حاجة أنا معرفش هل حيتقبلها مني دكتور أحمد أبو عبلة ولا لأ ولكن أنا حقولها على الهوى النهاردة كان في مكالمة طويلة جداً مع دكتور أحمد أبو عبلة هذا الرجل يستحق قال لي يا كابتن إسلام الرجل ده رجل محترم جداً قال لي إسلام بص الموضوع بسيط لعيب زي برستاو وزيه زي بقية المجموعة اللي موجودة عندنا 30 أو 35 لعيب كلهم واحد بالنسبة لي قال لي فمن مبارح للنهاردة كمية تليفونات الناس بتسأل على برستاو والحقيقة إنه ما حصلش لم يحدث أي شيء من هذا الأمر ده دكتور أحمد أبو عبلة مع كابتن محمود الخطيب فاللي قاله دكتور أحمد أبو عبلة قال لي لم يحدث أي شيء من التأليف والله العظيم تلاتة أنا أشهد الله على الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم إنه قال لي كده إنه لم يحدث أي شيء من مبارح للنهاردة قال لي بص إسلام هو أنت لما كنت بتلعب مش بتحس إنه أنت مجهد قلت له طبعا بحس ده بعد كل المباراة مش أنا الواحدي ستة سبعة من الحداشر اللي بنعب بمجهدين قال لي كان ساعتها دكتور أهاب علي قال لي كان دكتور أهاب يعم معاكو إيه قلت له لحاجة منروح أنا أحسس مثلا إنه العضلة الخلفية واجعاني شوية يقول لي طب روح أعمل أشياء على العضلة الخلفية أعمل أشياء على العضلة الخلفية عشان أتطمن إن أنا زي أنا نفسي كإسلام أتطمن أو أنا نفسي كلعيب أتطمن إن أنا كويس وهذا هو ما حدث هذا هو ما حدث إن برسيته وغيره من اللاعبين كان حاسس إنه هو تعبان ومجهد وكذا وكذا فرح عمل سونار اتطمنه عليه قال له هو عم شفت أنت زي الفل مع إنه أنا متأكد إنه هو زي الفل فقال لي كل اللي بيحصل ده بسبب إن أنا مكنتش فاضي أنا ببقى مع الفرقة وعندي حاجات كتيرة جدا بعملها فما بردش على كل ما بردش على التليفونات أنا كلمت دكتور رحمد مبارح الحقيقة كتير ما ردش فقال لي ما ردتش على التليفونات لإنه ما كنتش فاضي فالناس اللي ما بردش عليها فاكرين إن أنا يعني إيه مخب حاجة أو مش عايز أقول حاجة لكن الحقيقة لأ الحقيقة أنا ما كنتش فاضي فما ردتش أو ما شفتش التليفونات شكرا